السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوانكم شباب شاء الله تكونوا بقل في خير اليوم عندنا مجموعة أسهم استثمارية على داخل 15 وهذه الأسهم أخوان هي للاستثمار المدى البعيد وهي لسه توصية شراء داول مسؤوليتك وطريقتك الخاصة وهذه الأسهم أخوان إن شاء الله نبدأ مختصرة عن السهم آراء المحللين لل 12 شهر القادمة إن شاء الله أرجو منكم أخوان دعم القناة باللايك والسبسكرايب ونتوكل على الله ونتخل بأول سهم أول سهم هو الشركة أمازون والرمز مالتها AMZN وشركة أمازون هي أكبر بوابة في العالم ورائدة للتجارة الإلكترونية تأسست عام 1994 ثم تم طرحها للاكتتاب في عام 1997 يقع المقر الرئيسي للشركة في سياتل واشنطن والشركة ليست تاجر تجزئة حقيقي ولا شركة تصنيع العاب خالصة لكنها تعمل في مجال ربط المستهلكين والتجار معا تم إنشاء موقع الويب لأول مرة كوسيلة للبيع الكتب بسعر من خفض لكنها تطورت منذ ذلك الحين ليشمل معظم القطاعات في قطاع البيع بالتجزئة بعض المنتجات التي تصنعها الشركة هي مثل الفاير تابلت والكاندلز والفاير تيفي والأجهزة المنزلية الذكية مثل الإيكو والعديد من أجهزتها وقبل فترة تم تقسيم سهمها إلى 20 سهم بالنسبة لآراء المحللين من والستريت لهذه الشركة التي هم 36 محلل من والستريت متوقعين أهداف السهم للسنة القادمة ممكن يحقق أعلى ارتفاع 215 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 171 دولار وتوقع من خفض 118 دولار وسعره الحالي هو 114 دولار و55 سنت أخوان أغلب الأسهم نازلة وهذه أكيد هي فرصة لاستثمار المدى البعيد ونصيحتي للأخوة اللي يستثمرون في المدى البعيد لا يشتري كميات كبيرة يدخل على شكل دفعات خصوصا بهذه الفترة اللي ينازل بها السوق وممكن ينزل أكثر والله أعلم هذا أخوان بالنسبة لأول سهم اللي هو قلناه شركة أمازون أما شركتنا الثانية اللي هي ألفابت اللي تابعة شركة جوجل توفر الشركة العديد من المنتجات والمنصات في الولايات المتحدة والعالم خدمات جوجل و جوجل كلاود يقدم قسم خدمات جوجل المنتجات والخدمات بما في ذلك الإعلانات ومنها جوجل كروم والأجهزة والكثير وتشارك أيضا في بيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق والمحتوى الرقمي في متجر جوجل بلاي وأجهزة منزلية وهواتف وغيرها من الأجهزة وكذلك توفر خدمات اليوتيوب يقدم قسم جوجل كلاود البنية التحتية والنظام الأساسي والخدمات الأخرى وغيرها من الخدمات لعملاء المؤسسات تأسست الشركة في عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في موانتن فيو بكاريفورنيا أراء المحللين من وول ستريت هم عددهم بتسعة متوقعين سهم مستهدف سعر أعلى ارتفاع ممكن يوصل لخلال 12 شهر القادم اللي هو 165 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 144 دولار و 78 سنت ومنخفض 135 دولار وسعر الحالي هو 98 دولار و 72 سنت أخوان هذه الشركات كبيرة وعملاقة معروفة يعني على العالم وأكيد إن شاء الله لها مستقبل ولو ننظر الأزمات اللي مرت مثل أيام الكوفيت نشوفه السهم نزل ورجع بعدها ارتفع بقوة فهذه فرص أخوان للاستثمار المدى البعيد من يدخل يدخل على شكل كميات ويقسم محفظته ولو مثل يشتري كل شهر أو كل أسبوعين يستغل نزول الماركت ويدخل بحيطة وحذر هذا بالنسبة لشركتنا الثانية أما شركتنا الثالثة اللي هي بايبال هولدينج والرمز مالتها PYPL وهي واحدة من أكبر وأقدم شركات التكنولوجيا المالية في العالم وقد بدأ أعملها بعام 1998 وانضمت الشركة إلى الإي باي في عام 2000 وأطلقت الشركة أيضا تطبيقات الهاتف المحمول في ذلك العام والتي جعلت الأمر أسهل وأكثر سهولة في الوصول لملايين المستهلكين وسرعان ما تجاوزت الشركة مواصفاتها الأصلية لتصبح العملاق المالي يقع المقر الرئيسي للشركة في سان خوزيه كاريفونيا وهي مبنية على الإيمان بأن لكل الشخص الحق في المشاركة بالاقتصاد الرقم العالمي تدير الشركة مجموعة من التطبيقات المستندة إلى الويب والتي توفر مجموعة من الخدمات الأخرى بدأت الشركة لعمل في العملة المشفرة في عام 2020 وتدعم الآن أربع عملات يمكن لمستخدمي الشركة الوصول إلى محفظة العملة المشفرة من خلال حساباتهم وشراء وبيع وتداول العملات الأربعة بما في ذلك البيتكوين وعملة الأثريوم تسمح منصات الشركة للمستهلكين برسال واستقبال المدفوعات في أكثر من 200 دولة وبحوالي 50 عملة ويمكن للعضاء ربط حساباتهم بالبنك والسحب أو استخدام بطاقة الخاصة المباشرة التي تحمل علامة الشركة للوصول إلى عمالهم يمكن أيضا الاحتفاظ بالأرصدة على أساس قصير أو طويل الأجل تفتخر الشركة بأكثر من نصف مليون حساب نشط بما في ذلك التجار والمستهلكين بدأت الشركة بانتشار جائحة كوفيد 19 بأكثر من 50% من حصة السوق في المدفوعات الرقمية العالمية أراء المحللين بهذه الشركة هم واهر 30 محلل بين متوقعين خلال 12 شهر القادمة ممكن يحقق السهم أعلى ارتفاع 160 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 120 دولار 82 سنت ومنخفض إلى 93 دولار السعر الحالي هو 90 دولار وخمس سنتات هذا بالنسبة لشركتنا الثالثة أما شركتنا الرابعة هي أول بيردز الرمز مالتها بي آي آر دي تقوم الشركة بتصنيع وبيع الأحذية ومنتجات الملابس للرجال والنساء مثل أحذية الجري وأحذية الرياضة اليومية والقمصان والأحذية المسطحة والأحذية المقاومة والطقس والصنادل تشمل منتجات ملابس الشركة منها الملابس الرياضية والقمصان والصراويل والفساتين والسترات الصوفية والملابس الداخلية والجواري وتبيع الشركة منتجاتها من خلال متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي وكذلك عبر الانترنت كانت الشركة تعرف سابقا باسم بوز تأسست الشركة عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو كاريفونيا أما آراء المحللين هم عدد عشر من والستريت متوقعين بأن أعلى ارتفاع حق السهم خلال 12 شهر القادمة اللي هو 13 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 6 دولارات و 83 سنت ومن خفض إلى 5 دولارات أما سعر الحالي لسهم هو 3 دولارات و 6 سنتات هذا بالنسبة لشركتنا الرابعة أما شركتنا الخامسة اللي هي داتش بروز الرمز مالتها بي آر أو اس تقوم شركة داتش بروز بتشغيل متاجر البيع بالتجزئة وتمنح امتيازا لها يقدم المشروبات التي تعتمد على الاسبرسو الساخنة والباردة من شركة داتش بروز ومنتجات القهوة بالإضافة إلى مشروبات الطاقة والشاي وعصير الليمون والعصائر وغيرها من المشروبات من خلال المتاجر التي تديرها الشركة والقنوات عبر الأنترنت وفي هذه السنة قامت الشركة بتشغيل 572 موقعا للقهوة في 12 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية تأسست الشركة عام 1992 ويقع مقرها الرئيسي بولاية أورغن بالنسبة لآراء المحللين لهذه الشركة هم 8 محللين من والستريت متوقعين خلال 12 شهر القادمة ارتفاع السهم إلى 55 دولار وأما متوسط السعر المستهدف هو 54 دولار و13 سنت ومنخفض السهم يكون 37 دولار أما سعر الحالي هو 30 دولار و16 سنت هذا بالنسبة لشركتنا الخامسة أما شركتنا السادسة اللي هي والت ديزني سيمبل مالتي الشركة اللي هو D.I.S وشركة والت ديزني هي ثاني أكبر شركة ترفيهية في العالم من حيث الإرادات والقيمة السوقية تأسست الشركة عام 1923 باسم ديزني براثرز ستيديو وتم تشغيلها تحت عدة أسماء أخرى قبل أن يتم تصنيفها باسم شركة والت ديزني في عام 1986 وتتضمن من المنتزهات والمنتجعات والرحلات البحرية تحت لافتات عالم وولت ديزني وديزني لاند تشمل المنتزهات وولت ديزني في فلوريدا وديزني لاند في باريس ومنتجع هونغ كونغ ديزني لاند يمكن للضيوف أيضا الاستمتاع بالعطلات ذات الطابع الخاص تحت راية ناشنال جيغرافيك وغيرها يوفر هذا الجزء أيضا من مجموعة واسعة من المنتجات ذات السمات المرخصة وذات العلامات التجارية بناء نتيازاتها العديدة أما بالنسبة لآراء المحللين اللي هم عددهم 17 محلل من وولت ستريت يتوقعون بأن السعر المستهدف للشركة هو 229 دولار خلال 12 شهر القادمة ومتوسط السعر المستهدف هو 144 دولار و 80 سنت والمنخفض هو 120 دولار وسعر الحالي هو 96 دولار و 95 سنت والشركة عملاقة ومعروفة عالمية أما شركتنا السابعة اللي هي انفيديا اللي رمز مالتها انفي دي اي والشركة هي من ضمن الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الرقائق الدقيقة وتشتهر في مجالات الرسوميات والألعاب تأمل رقائقها والبرامج إذا تصلها على تشغيل الرسومات الأسرع والأعلى دقة ويتم عرضها في مجموعة من المنتجات التي تتضمن حلولا لجميع استخدامات السوق إلى جانب الألعاب تستخدم شرائحها في التصوير ومركز البيانات والذكاء الاصطناعي والمركبات المستقلة تأسست الشركة عام 1993 من قبل ثلاث أصدقاء ويقع مقارها الرئيسي في سانتا كلارا كاريفونيا كان الهدف من الشركة التركيز على الرقائق الخاصة بصناعة الألعاب والترفيه الناشئة التي نتجت عن صعود أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأنترنت في وقت تأسيسها كان هناك أقل من ثلاثين مشغلا مستقلا يركز على الرسومات وسيتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة اليوم الشركة هي من شركة الرقائق الدقيقة الوحيدة المتبقية التي تعمل بشكل مستقل والتي تركز على الرسومات تطورت أعمال الشركة من الأعمال الأساسية الموجهة نحو الألعاب لتشمل الحوسبة الموجهة بالرسومات وحلول الشبكات في الولايات المتحدة وتايوان والصين وعلى الصعيد الدولي لكن الألعاب لا تزال ركيزة من ركائز الأعمال أما آراء المحللين بهذه الشركة هم 33 محلل من وول ستريت إلا في السهم للسنة القادمة ممكن يحقق أعلى ارتفاع 320 دولار ومن توسط السعر المستهدف هو 206.81 دولار ومن خفض 133 دولار وسعر الحالي هو 120 دولار و23 سنت وقلنا هذه الشركة من الشركات العمالقة بأمريكا والعالم شركتنا الثامنة اللي هي لاوس الرمز مالتها A-L-O-W تعمل الشركة جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها كباءة أجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي تقدم الشركة مجموعة من المنتجات للبناء والصيانة والإصلاح وععادة البناء والديكور توفر منتجات تحسين المنزل مثل الأجهزة والمعيشة الموسمية والخارجية والعشب والحدائق والأخشاب والمطابخ والحمامات والأدوات والطلاء والكثير تبيع الشركة البضاء ذات العلامات التجارية الوطنية ومنتجات العلامة التجارية الخاصة لأصحاب المنازل والمستعجرين والعملاء المحترفين تبيع الشركة أيضا منتجاتها من خلال مواقع الويب ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول تأسست الشركة في عام 1921 ويقع مقرها أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية أما آراء المحللين اللي هم التسعة عشر محلل من وول ستريت متوقعين أعلى ارتفاع للسنة القادمة ممكن يكون 300 دولار وبتوسط السعر المستهدف هو 244 دولار و 26 سنت ومن خفض 217 دولار أما سعرها الحالي هي 197.21 سنت هذه بالنسبة لشركتنا الثامنة أما شركة التاسعة اللي هي هوم ديوبا اللي الرمز مالتها أجدي تعمل الشركة كباء تجزيع لتحسين المنازل تديد الشركة متاجر التي تبيع العديد من المواد من مواد البناء ومنتجات تحسين المنزل ومنتجات العشب والحدائق ومنتجات الديكور بالإضافة إلى صيانة المرافق والإصلاح ومنتجات التشغيل كما تقدم الشركة خدمات تركيب الأرضيات والخزائن وترميم الخزائن والكثير أيضا لديها تأجير الأدوات والمعدات تخدم الشركة أصحاب المنازل وجميع المقابلين ومتخصصون في الصيانة ومديرو العقارات كما تبيع منتجاتها من خلال مواقع الويب تأسست الشركة عام 1978 ويقع مقرها الرئيسي في إطلانتا جورجيا أما آراء المحللين لهذه الشركة هم عددهم 18 من وول ستريت متوقعين أعلى ارتفاع للساهم خلال 12 شهر القادمة هو 450 دولار ومن توسط السعر المستهدف هو 362 دولار و 18 سنت ومن خفض إلى 310 دولار أما سعرها الحالي هو 284 دولار و 32 سنت هذه بالنسبة لشركتنا التاسعة أما شركتنا العاشرة اللي هي Prologis السيمبل مالتها PLD تعتبر الشركة الرائدة عالميا في مجال العقارات اللوجستية مع التركيز على الأسواق ذات العوائد العالية والنمو المرتفع عام 2022 امتلكت الشركة أو كانت لديها استثمارات على أساس مملوك بالكامل من خلال مشاريع الاستثمار المشترك والعقارات ومشاريع التطوير التي من المتوقع أن تبلغ ما يقارب 984 مليون قدم مربع في 19 دولة تقوم أيضا الشركة بتأجير مرافق اللوجستية حديثة تضم ما يقارب 5500 عميل بشكل أساسي أما آراء المحللين لهذه الشركة اللي هم 14 محلل من والستريت متوقعين السعر السهم يستهدف أعلى ارتفاع اللي هو 193 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 152 دولار و 23 سنت ومنخفض 120 دولار أما سعرها الحالي اللي هو 100 دولار و 36 سنت هذا بالنسبة لشركتنا العاشرة أما شركتنا اليدعش اللي هي تارغت السيمبل مالتها تي جي تي تعمل الشركة كبائع تجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المواد الغذائية بما في ذلك المنتجات سريعة التلف والبقالة الجافة ومنتجات الألبان والأشياء المجمدة والملابس ومنتجات الديكور المنزلي والألكترونيات والألعاب والعروض الموسمية والمواد الغذائية والسلعة الأخرى أيضا تقدم الشركة عروض خدمات الطعام تبيع الشركة منتجاتها من خلال متاجرها والقنوات الرقمية تأسست الشركة في عام 1902 ويقع مقارها الرئيسي في ولاية منيسوتا أما آراء 20 محلل في والستريت بأن أهداف السهم للسنة القادمة ممكن يحقق أعلى ارتفاع 223 دولار ومن توسط السعر المستهدف الذي هو 191 دولار و 75 سنت ومنخفض 161 دولار أما سعرها الحالي هو 151 دولار و 77 سنت هذا بالنسبة لشركتنا اللي داعش أما شركتنا اللي داعش سيمبل مالتها CVX تشارك الشركة من خلال شبكة من الشركات التابعة لها في عمليات متكاملة للطاقة والكيميائيات في جميع أنحاء العالم الشركة هي سابع أكبر شركة نفط متكاملة في جميع أنحاء العالم وثاني أكبر شركة في الولايات المتحدة وتعمل منذ عام 1879 تحقق الشركة ما يقارب 160 مليار دولار من الإرادات السروية وهي آخر مكون متبقي من النفط والغاز في مؤشر دوجانز الصناعي نمت الشركة بسرعة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وأصبحت أكبر في عام 1985 عندما اندمجت مع شركة نفط الخليج ويقع مقر الشركة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ولديها عمليات في 180 دولة توظف الشركة أكثر من 42500 شخص يديرون خمس مصافي وأكثر من 8000 محطة في الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت عمليات التنقيب والحفر للشركة رقما قياسيا بلغت 3.1 مليون برميل يوميا وتعالج مصافيها الأمريكية أكثر من مليون برميل يوميا أما آراء 15 محلل من وول ستريت حول الشركة بأن السهم أعلى ارتفاعي يستهدف هو 202 خلال السنة القادمة ومتوسط السعر المستهدف هو 176 دولار و33 سنت ومنخفض 145 دولار أما سعر الحالي هو 160 دولار و39 سنت هذه بالنسبة لشركتنا الثانية عشر أما شركتنا الثلاثة عشر ديجيتال ريالتي تراست السيمبل مالتها دي أل آر والشركة هي صندوق استثماري عقاري تركز بالكامل على مراكز البيانات تمتلك الشركة وتدير شبكة من مراكز البيانات العالمية التقليدية من خلال توحيد مقتنياتها والتي توفر تحكما سليسا في تدقيق البيانات تأسست الشركة عام 2004 توفر الشركة إمكانية الوصول إلى الأعمال المتصلة في أكثر 284 منشئة في 23 دولة كان لديها أكثر من 53 مليار دولار من الأصول وتم إدراجها في المرتبة الثامنة في الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكبر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة يمكن للشركات اختيار الاعتماد فقط على العقارات الرقمية لتلبية احتياجات مركز البيانات الخاصة بهم أو استخدام الحلول القائمة على منصة مركز البيانات العالمية للشركة تسمح المنصة بالاتصال السلس بمقدمية الخدمات والخدمات المطلوبة من قبل الشركات الرقمية سريعة التغيير أما آراء المحللين لهذه الشركة اللي هم 12 محلل من وولد ستريت يتوقعون بأن أعلى ارتفاع للسنة القادمة للسهم هو 158 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 136 دولار و25 سنت ومنخفض 91 دولار أما السعر الحالي هو 93 دولار و1 سنت هذه بالنسبة لشركتنا الـ 13 أما شركتنا الـ 14 والقبل الأخير اللي هي Realty Income السيمبل مالتها O وهي شركة توزيع الأرباح الشهرية هي مكرسة لتزويد المساهمين بداخل الشهر يمكن الاعتماد عليه تم تنظيم الشركة على شكل صندوق استثماري عقاري ويتم دعم توزيعات الأرباح الشهرية من خلال تدفق النقضي من أكثر من 6500 عقار مملوك بموجة باتفاقيات إيجار طويلة الأجل حتى الآن أعلنت الشركة عن 608 توزيعات أرباح شهرية متتالية للأسهم العادية على مدار تاريخ التشغيلي البالغ 52 عام وزادت الأرباح 109 مرات منذ الإدراج العام للشركة أما آراء المحللين للشركة اللي هما عددهم 11 محلل من وولد ستريت متوقعين أعلى ارتفاع خلال السنة القادمة هو 80 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 74 دولار و 35 سنت ومنخفض 68 دولار أما سعر الحالي هو 58 دولار و 5 سنتات وأما شركتنا الأخيرة اللي هي Energy Transfer LP اللي الرمز مالتها 80 توفر الشركة لخدمات المتعلقة بالطاقة تمتلك شركة مايقار بـ 11600 مايل من خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي وثلاثة منشآت لتخزين الغاز الطبيعي في تكساس ومنشآت لتخزين الغاز الطبيعي في ولاتي تكساس وأكلاهوما و19830 مايل من خط أنابيب الغاز الطبيعي بين الولايات المتحدة كما تبيع الغاز الطبيعي للمرافق الكهربائية ومحطات في الطاقة المستقلة والتوزيع المحلي وشركات التسويق الأخرى تمتلك الشركة وتدير تجميع الغاز الطبيعي وخط أنابيب الغاز الطبيعي سائل ومصنع المعالجة ومنشآت المعالجة والتكييف في تسع ولايات بالإضافة إلى نقل وإمداد المياه لمنتج الغاز الطبيعي وتمتلك حوالي 5215 مايل من خط أنابيب سائل الغاز الطبيعي ومحطات تخزين سوائل الغاز الطبيعي الأخرى بسعة تخزين إجمالية تقارب 17 مليون برميل في الثانية توفر الشركة أنشطة نقل النفط الخام ووقود المحركات والمنتجات البترولية الأخرى فضلا عن بيع الأخشاب الدائمة واستعجار مرافق البنى التحتية المتعلقة بالفهم وتوليد الطاقة الكهربائية التأسست الشركة عام 1996 ويقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية أما آراء المحللين هم 14 محلل من وول ستريت متوقعين أعلى ارتفاع يحقق السهم هو 16 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 15 دولار و 20 سنت ومن خفض إلى 14 دولار أما سعرها الحالي هو 15 دولار و 55 سنت وهذه هي 15 شركة أخوان قلنا هي أسهم استثمارية للمدى البعيد وليس للمدى القصير اللي يحب يستثمر المدى البعيد يحاول يقسم أمواله دائما ينوع بالأسهم وما يشتري من شركة واحدة فقط يحط كل أمواله بشركة واحدة يعني لا تحط البيض بسلة واحدة دائما أخوان وزع أموالك على الأسهم أو على الصناديق الاستثمارية هذا اللي عندي لكم أخوان ولا تنسون شباب دعم القناة باللايك والسبسكرايب وأي استفسار كتبوا لي كومنت أسفل الفيديو وإن شاء الله ما قصروا إياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب يرزقنا ويرزقكم جميعا